السلام عليكم ورحمة الله الأخوات متتابعي قناة طيور بيت شانيل أتمنى أن تكونوا بأخير وإن شاء الله تكونوا في أحسن الأحوال إن شاء الله ومرحبا بكم في هذا الفيديو جديد قبل أن نبدأ الفيديو للإخوان نشكر للناس الذين يدعموننا بالإعجابات وكذلك التعليق شكرا لكم بسف ونبدأ الفيديو تعنا عربي بركة الله اليوم سوف يكون الفيديو للجوش الحويج سوف نقوم بإخوانات أكبر عدد ممكن فهذا الفيديو تعليق قد تتفلش وكيف سوف نتفيد من هذه المشكلة يجب انحصار البيضة والمشاكل التي توقعون تدخل البيضة بالأقشرة يعني النقص الكاسيون ومشاكل كامية توقعون في الوقت التي تكون فيها لأن تريد توضع البيض سوف نقوم بعمل هذا الفيديو سوف نقوم بعمل هذا الفيديو ونبدأ الفيديو على بركة الله فأول حاجة الإخوان لأن الأن تكون ابنات العشجية لكن لا تشاهد الله مبارك ونقوم بعمل ونقوم بعمل وضع البيض إلا بضعة أيام كان يومين وكان يومين وكان يومين وكان يومين وكان يومين في هزين هنا كانوا يتضروا تعاونون بالأنت لأن تضع البيض يومين وكان يومين وكان يومين وكان يومين يومين هنا أريد أن نقوم بالأنا يومين مختلفة برقة والماء والباطر الأبيض والبريد ماكس فبالنسبة للترالي التي قتموا المواد الطبيعية هنا أشياء أخرى نقطمها للإخوان وهي إخوان كيف تقول أنت ربنات العش دائما نقطم لها ربع ضيضة مسلوق يوميا سأبدأ لكم هنا دائما نقطم لها لتوضع الضيض سليم بالقشرة جاله وما تلاقاش مشكلة في الوقت تقطع وضع الضيض لا تقوم بها لتعاونها لتعاونها من عدد الضيض المسألة الثانية والإخوان كيف موجودتها هنا أنه كانت خص بعد أن شللتها نهار كامل 24 ساعة تتشلل في الماء والخل هنا الإخوان سأبدأ نقطم الثورة يعني قال إينات لي جميع العشلة كما تشوفوا ربع ضيضة مسلوق وكذلك ورقة الخص ورقة الخص ما تتشلل يا إخواني؟ يعني تنهي قد يجل عصر الضيض يعني الضيض يبقى في الكرش الجل والأنت يعني لا تستطيع أن تخرجه وإنما إذا قمت بتقشيم لها ورقة من الخص في هذه الأيام يعني يوميا نهار ساكي نهار تقتم لها ورقة من الخص لكي تعاون الكرش الجل يخرج منها البيض أسهل طريقة يعني لا تتعصر أيام على البيض وكذلك من بعض الإينات في انحصار البيض وكذلك يتوفروا لكي اشتفادوا هذه المشاكل للإخوان ضروري لا تقتموا لهم الخص في هذه الوقت التي تكون أنت بنات فيلعش وهذه المشاكلة وهذه المشاكلة وكذلك تقتموا الترباطجي دائما تقتموا البيض يمكن أن يوضع البيض تقتموا لهم يعني لا يخرج عليهم كامل وكذلك يضع البيض الصحة والسلامة يعني كما ترى المشاكل البيض وهنا لا يوجد المشكلة في الترباطج وكذلك لا تقتموا البيض لأنها كانت بعض الأخوان التي ترى أنها أبناء العش ولا تضعوا البيض فهذا غالبا يكون عن حصار البيض وعندما تموت وعندما تهز البيض تقلبها تجد بطنها من فوق وحمر بالساف وتجد البيض وقفها في الرأس المؤخرة ولم يمكن تخرجها لهذا حاولوا تساعدوا مع طيوركم وموسم موفق الجميع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته